أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان هل تعلم أن الصلاة باسم يسوع المسيح يعني المقصود الاتحاد بهذا الاسم والالتصاق بهذا الاسم والاعتراف بهذا الاسم هو دليل على قيامة يسوع المسيح المسيح قال إني حي أنتم ستحيون وقال أنا هو القيامة والحياة فإذن من يستطيع أن يطلب من أتباعه أن يسأل الله الآب أو يسأل الآب باسمه يعني حالي من حالتين إما أنه هذا الشخص بيكون مخدوع أو ممكن يكون كاذب أو ممكن يكون يعني عنده يعني مش عاوز أتكلم لأنه حاشى أنه يسوع المسيح طاهر كل الطهارة ولما بتقرأ العهد الجديد أنت أمام شخص رزين يعني بتشوفه فعلا أخلاقيات عالية كلامه كله متزن لم يتردد لم يشتكي لم يقول إن شاء الله إن شاء الله إذا طلبته باسمي أنا رح أشوف الموضوع رح أتوسط تلك إياها مع الآب كلام الرب يسوع كله واضح بدون أدنى شك وبدون أي تردد وبدون أي اعتذار اسمع ما قال الرب يسوع مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله تخيل إنه استجابة الصلاة هي في اسم الرب يسوع المسيح الكتاب يتكلم إنه الله رفعه وأعطاه اسما فوق كل اسم وفي أفسس مكتوب فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وكل اسم يسمى ليس في هذه الحياة بل في المستقبل فإذن اسم يسوع هو مش مجرد اسم هو اسم يخلص اسم بيشف المرضى اسم بيحقق مقاصد الله اسم يسوع فيه الغفران اسم يسوع فيه فعلا اتنال الحياة الأبدية فإذن هو عم بيقول إلى الآن لم تطلبوا شيء اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا فإذن ما هذا التحدي اللي المسيح بوجهه لأتباعه المسيح هو الطريق إلى الآب وهو الباب مكتوب عنه والدخول إلى عرش النعمة من خلال يسوع والدخول إلى الأقداس إلى الحضور الإلهي بدم يسوع ويسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ثم قال أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص فإذن يسوع هو الكل في الكل قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر فإذن هاي الكلمات أنت بتطلب مش بأي اسم بعدين بصراحة اليوم كل الأنبياء ما زالوا متفنين في قبورهم وأتباعهم بيزوروا المقابر وما بيطلبوا أي طلب ما عندهم مش القوة أنه يطلبوا من خلالهم أو يتشفعوا من أجلهم لكن المسيح هو الوسيط والمسيح هو الشفيع والمسيح هو اللي بيفتح العيون وهو اللي بيجذب وهو اللي بيسدد الاحتياجات وهو الفعلا من خلاله الله بيستجيب الطلبات هل جربت إنك تطلب بإسم يسوع؟ بتقول لي حاشا يمكن لأنه علموك هيك لكن خلينا أقول لك بصراحة شو رايك تجرب اليوم إنك تصلي بإسم الرب يسوع المسيح وشوف إيه هذا الإسم ممكن يعمل في حياتك بس أهم شيء هذا الإسم بيقودك للخلاص ولغفران الخطية وبيقودك للحياة الأبدية لأنك بتعترف بإسم يسوع ولا تنكر هذا الإسم واليوم ما زالت الملايين من المؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع بيصلوا في إسم الرب يسوع المسيح لأنه المسيح طلب مننا إنه صلوا بإسمه فإذن هل الطاهر الكامل بيكذب علينا؟ طب اسأل شهادات الملايين اللي اختبروا يسوع اللي بيصلوا في إسم يسوع أكيد بناله مش بس الشفاء والغفران والخلاص والبركة والدخول إلى عرش النعمة إلى حضور الله فأنا بصلي اليوم إنك تختبر هذه القوة وكل ما منصلي بإسم يسوع هو شهادة حية وبرهان ودليل صاطع إنه المسيح حي موجود معنا يستجيب لدعائنا وصلواتنا وعاوز أقول لك اليوم جرب يسوع المسيح ربي باركك شكرا لحسن استماعك